وعين كده اشتكالي شاب قال لي يا مولانا انا يعني في سنة رابعة في الجامعة في الكلية وزملت في الجامعة يعني قالت لي انا بحبك وانا كمان فعلا بحبها وكل حاجة فقالت لي ماما عايزاك فالأخير قالت تيجي البيت وروحت عندهم البيت ماما عايزاك ازورهم يعني بقول لي قعدت معهم طبعا غدوا وكده وقعد تفرج على المسلسل وتفرج على برامج توكشوب قالوا معلش الوقت اتأخر هتروح الوقت متأخر اوي بات معنا وخلاص وجابوله بجامعة وقعد بقول صحيت من نوم الصبح بحكيلي في شاب صحيت من نوم الصبح لقيت حاجة غريبة جدا لقيت ان البنت اختها راحت للشغل واختها واباها راحت شغل وما خرجت بشعبش تري حاجات من السوق قالوا ايه وقيت نفسي انا والبنت في البيت لوحدنا بيقول لي ينفع اكمل واختب البنت دي قلت له لا طبعا ما ينفعش ده 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 اسرة بعيدة عما نهاج الله سبحانه وتعالى ده اسرة تجوزت حدود الله سبحانه وتعالى انت لسه ما ما تكلمتش على البنت انت لسه جاي اول زيارة عندهم على طول يقعدوك وبيتوك عندهم في البيت وما الى ذلك وبعدين الام تسيب البيت وتخرج تشتري حاجات مش لازم الاب راح شغله ما فيش مشكلة لكن طبعا ما كانش ينفع ابدا اللي يحصل ده قلت له لازم لازم تبحث عن امرأة متشابة متدينة عرف ربنا سبحانه وتعالى طبعا الاسلام امرنا امر كل شاب اما يجي يتزوج لازم يبحث كده عن بنت متدينة عرف ربنا سبحانه وتعالى